يجعلني أضرب لك مثل مؤلم جداً لا نقلاً ولا سمعاً هذا عرض في أحد القنوات العراقية أحد البرامج الاجتماعية ذهبت شافت لها رجل فقير سئله سؤال حقيقة مهم عن سبب ارتفاع اللحم اللي صار اليوم 25 والمشكلة الإجراءات اللي قاعدة يصير حقيقة إجراءات خطيرة نحن نعالج ونلقى القبض على القصابين نتغرمهم هو هذا الحل هذه طريقة الحل الموجودة لو نوفر هذا السوق عرضوا طلب فسأله قال إجراء صار لك لا يشتري لحم قال أولا عظم شايف حتى اشتري لحم الشعب العراقي مواطن عراقي لا يستطيع يشتري أظام بهذه الكلمة المؤلمة سيد نجيم للأسف يعني كيف نتحدث عن الأزمة التنثقة واليوم كل القوى السياسية لازالت لحد هذه اللحظة تبحث فقط عن امتيازاته وتلاحظ اليوم عندك عملية اختيار المحافظين بالمحافظات وما حدثه وبقية المحافظات الأخرى لا توجد لحد هذه اللحظة نقطة شروع لدى أحزاب بالسلطة بالتوقف ومراجعة نفسها وتقديم نموذج من الممكن أن نتحدث عنه يعني أستاذ نجيم أنت تقول يعني أنا أفضل أن أجيب شخص نزيه على الأقل من الممكن أن يعمل له أن أجيب واحد حرامي متمرس في عملية السرقة حتى يزيد السرقات وينفع الأحزاب وينفع الزعامات السياسية على حساب البلسات اللي يديعش الموطني اليوم اشتركوا في القناة